سبيل للإعلام في المرة اللي فاتت إنه راوبين ما كان حاضر موضوع بي أخوه يوسف لتجارة الغافلة اللي كانت مسافرة المصر صح كان مفتكروا إنه لسه مرمي في البير لكن لما قام مشى للبير وملقاهو اتأثر وشرط هدوم من الحزن وهمة صح بتذكري لكن أخوانه كلموه بالحصل وبعد ذاك فكروا ودبروا ليهم رواية عشان يغشوا بيها أبوهم نا يا أيوة بالزبط كبه كدا قاموا شالوا قفطان يوسف قل كان أبوه جايبوا ليه ضبحوا ليهم غنماية ولطقوا القفطان ده بالدم الغنماية وشالوا القفطان الملطخ بالدم ووريوه لي أبوهم وقالوا ليه يا أبا نعم فش لات يو أخونا يلقينا القفطان ده لما كنا راجعين من دوثان وقلبنا هكنا وقلبنا خالص كده يا أبوي شوف القفطان ده شوفوا تفتكر ده قفطان منه بتاع يوسف يمكن لأن أنا ما شوفناه وما عارف إنه مشاوين اوه دقفتان يوسف ولدي دقفتان ولدي يا الله شنو الحصل يا ولدي أكيد يا حيوان هاجم عليه ووكله أيو أكيد يوسف ولدي وزي عادتهم في البلد يعقوب قام شرط في دومه ولبس الخيش وحزن جدا على ولد يوسف والفترة طويلة وكمان رفض التعزيع من أولاده وبناته لما جوا عشان يعزوه وقال ليهم فقد يوسف ولدي ده حيقتني حيقتني أها يا جماعة التجارة القبالة اللي كانوا اشتروا يوسف من أخوانه أيوه ما علوم قاموا باعوه في مصر اللي واحد اسمه فطيفار فطيفار؟ فطيفار ده فطيفار ده كان واحد من مساعدين فرعون ملك مصر أها وكمان كان مزئول عن كل الحراس بتاعينه في الوقت ذاك لكن الله سبحانه وتعالى كان دايما مع سيدنا يوسف عليه السلام حتى في الظروف الصعبة عشان كده سيدنا يوسف كان ناجح جدا في كل حاجة يعمله وكان بيشتغل في بيت فطيفار وفطيفار عرف انه الله مع يوسف ونجاه وعشان كده كان مبسوط منه خالص وفي مرة ناداه وقال ليه تعرف يا يوسف انا مبسوط منك جدا جدا عشان كده انا عينتك وكيلي الخاص وعينتك كمان عشان تشرف على بيتي وكل ما املك شكرا يا مولاي كتر خيرك ومن الوقت ذاك وبسبب وجود سيدنا يوسف في بيت فطيفار الله سبحانه وتعالى بارك لفطيفار في بيته ومزارعه وبهايمه وفطيفار قد يوسف السلطة يوسف بيقى هو الامر والناه في كل امور سيده عشان كده فطيفار ما كان عنده همغير انه ياكل ويشرب شنو وبس سيدنا يوسف يا جماعة كان شاب جذاب وجميل ولبيس عشان كده زوجة فطيفار وعجبت بيه جدا وطلبت منه انه ينوم معها ويعاشرة نوم معها لكن سيدنا يوسف عليه السلام رفض وقليها لا 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 انا ما ممكن اعمل اي حاجة زيدي ابدا سيدي وكني على كل حاجة عنده وما منعني من اي شي غيرك انت لانك زوجته انت ليه عايزاني اسوي الفاحشة دي واحصي الله لكن زوجة فطيفار كانت بتحاول في سيدنا يوسف كل يوم وهو كان دايما بيرفض ويتجنبها وفي مرة من المرات سيدنا يوسف دخل البيت عشان يشتغله وما كان في غير زوجة فطيفار وسيدنا يوسف وبس زوجة فطيفار لقيت فرصة وأصرت عليه انه لازم يعشرة وجرته من شالو لكن سيدنا يوسف سحب نفسه منها بالقوة وجره مرك برا الحمد لله وشالو كانت ملص ووقح في يدها وهي الضايقة جدا جدا من الحصل ده عشان كده قامت نادة الخدامين وقالت ليهم وابعا لي وابعا لي وابعا لي واسا جاميل ليلة هيتو عارفين حصل لي شنو زوجي جاب العابد الغريب ده هنا عشان هين ويفضحنا هيتصوروا تصوروا العابد ده كان زال يتعدى على شرفي ويقتصمني ولما نكوركت قام جرى وخلنا شالو ده هنا هدا هدا شوفوا زوجة فطيفار يا جماعة مسكت شال يوسف معاها لغاية ما زوجها جا وراته الشال بتاع يوسف وحكت ليه الرواية وقالت ليه انت عارف العابد اللي جبتو ده عمل معي شنو هالعابد كان عايز يتعدى عليه شرفي ويقتصمني وكان ما كوركت ما كان خلاني لكن لما كوركت وغاومتو ساب شالو ده هنا هدا هدا شوفو وفي طيفار لما سمع القصة دي الضايق وزعل جدا من يوسف وقبط عليه ودخلوا السجن المخصص لمساجين الملك فرعون والسجن ده كان في بيت فطيفار نفسه وحتى في السجن الله سبحانه وتعالى كان مع سيدنا يوسف عليه السلام حسب عهده مع سيدنا إبراهيم وزريته عشان كده مامور السجن المزئول ارتح ليه جدا وخلاه يكون المسؤول عن كل المساجين وبرضو يوسف كان ناجح جدا في معالجة كل الإمور في السجن لدرجة إنه المامور كان دايما مطمن ومرتاح جدا لأنه يوسف كان بيعالج كل شيء بحكمة لأنه الله سبحانه وتعالى كان معاه وموفقه دايما كان حكيم بعد فترة فرعون غضب على اثنين من موظفينه واحد منهم كان هو رئيس الناس اللي بيكبوليه الخمرة والتاني كان رئيس عمال الفرن فرعون غضب على الجماعة الاثنين دايلا لأنهم غلطوا وزعلوه جدا عشان كده أمر بيسجنهم في نفس المكان اللي كان يوسف محبوس فيه وفي طفار عين يوسف عشان يخدمهم والمساجين دايلا أخدوا مدة من الزمن في الحبس وفي ليلة من الليالي المساجين اللي اثنين دايلا كل واحد منهم شاف ليه حلم وكان ليه معن خاص كانوا عايز ليهم زول عشان يفسر ليهم أحلام دايلا في الصباح يوسف لاحظ ان الجماعة الاثنين دايلا مهمومين قام سألهم وقال ليهم إن شاء الله خير فشت يا جماعة ما لكم مهمومين كده في الحقيقة انا مبارع شفت ليه حلم ودار ليه زول يفسروا ليه تفسير الأحلام مش من عند الله سبحانه وتعالى يا جماعة طيب كده قولوا ليه أحلامكم دي وأسأل الله التوفيق شوف يا أخوي أنا حلمت إنه في شجرة العنب فيها ثلاثة فروع الفروع دي طلعت لها زهور وبعدين طلعت لها أناقة العنب جميلة جدا وأنا كنت ماسك في يدي الكاس بتاع فرعون وقمت شلت العنب وعصرته في الكاس وقدمته لفرعون أنا إن شاء الله حفسر لك الحلم بتاعك ده إنت؟ ما أقول؟ أيوة أيوة أنا طيب، التلاتة فروع دي يعني ثلاثة يوم يعني بعد ثلاثة يوم فرعون حيحفي عنك ويفكك وحيرجعك لشغلك تاني عشان تقبله الخمرة وتكون معزز مكرم يا زول، ما أقول؟ تبدا أكيد من كلامك ده؟ أيوة، إن شاء الله حتشوف وبعدين أرجوك لما تطلع من السجن تتذكرني وتكلم فرعون تكلموا بموضوعي عشان يفكني أنا كمان لأني مظلوم وجعبوني هنا من بلدي غزبا عني وكمان اتحبست هنا بدون ذنب أها وأنا كمان حلمت لي حلم وذلك تفسر لي يا يوزيف طيب، أها كده أحكي لي حلمك وخليناه شوف أنا حلمت بالنشاء الليل تلاتة قفاء فوق الرأسي كان فوق رغيف القفة الفوقانية كانت فيها كل الأصناف البيت العامل لفرعون لكن الطير كان بيأكل في الرغيف من القفة الفوقانية دي أها أقول لك شنو؟ يا ربي دا معناه فرعون حيرجعيني أنا كمان لشغلي تاني عشان أعمليه العيش زي زمان ولا شنو؟ طيب، أه معليش؟ دا هو تفسير الحلم بتاعك التلاتة قفاء فدل يعني ثلاثة يوم يعني بعد ثلاثة يوم فرعون حيقطع رأسك أه؟ وعلِقَك على خشبة، والطير حياكلك لا 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 لا، كذاب، كذاب، انت، 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 انت ما بشير خير، انت ما بشير خير ما، ما ما اقوله الكلام ده ما بيحصل، انت كذاب، انت كذاب، الكلام ده ما بيحصل كذاب انت، ده الحلم كده أه... بعد 3 يوم كان إدميلاد فرعون وفرعون عمليه حفلة كبيرة جداً وعزم فيها كل مساعدين وجاب المسعجين الاثنين بتاعنا الأحلام ووقفهم قدام كل الحاضرين ورجع رئيس الناس اللي بيجهزوا ليه الخمرة لعمل وأعدم الراجل الثاني اللي هو رئيس عمال الفرن وكل شي حصل يا جماعة بالضبط زي ما قال سيدنا يوسف في تفسيره للأحلام دي لكن رئيس الناس اللي بيجهزوا الخمرة ليه فراعون نسى وصية سيدنا يوسف ليه وما كلم بقى فراعون أبدا أها وبعد سنتين من الوقت دا فراعون نفسه حلم إنه كان واقف في طرف البحر وشاف ليه سبع بقرات سمان وسمحات مرقوا من النيل وبيقوا يرعوا جنب طرف الموية بعد داك مرقوا سبع بقرات تانين من جوى النيل لكن البقرات دايل كانوا ضعاف وشكلهم قبيه جدا مه سرى أها السبع بقرات الشينين دايل مشوا على البقرات السمان وأكلوهم أكلوهم عديل كده؟ أكلوهم كلهم فراعون صحة من النوم لكن بعد داك نعيسوا نام تاني النعيم لا شنو؟ طيب يا جماعة برضو الغاية هنا نجيف الليلة والمرة الجاية بإذن الله هحكي لكم وجود الثالث من القصيرة السلام عليكم يا خانت الصغير السلام عليكم تحية زروك إخراج تمادر شيخ الدين اشتركوا في القناة